من الواضح بأن الرئيس الميقاتي وضع نصبع عينيه القيامة بإعادة ترتيب العلاقة مع الخليج العربي وتحديدا السعودية بعدما تدهورت طيلة الفترة السابقة ولحقت بها أضرار جسيمة كان يمكن تلافها في حال التعقل والحكمة فيما برزت إشارات عن استعداد سعودي لإعادة النظر في حالة الجفاء لكنها تحتاج إلى جهود من المفترض القيام بها فورا للحكومة الثقة الأسبوع المقبل في هذا الإطار يعتبر سياسي تربط علاقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية بأن الغموضة في الموقف السعودي يحمل عوامل إيجابي ينبغي على اللبنانيون البناء عليها إذ كان من الممكن أن تصدر وزارة الخارجية موقفا سلبيا وتسد الباب بشكل نهائي كما يلفز السياسي المذكور إلى ضرورة إدراك الجانب اللبناني انتهاج السعودية سياسة خارجية جديدة تتماشى مع رؤية العصر والتحديات المستقبلية وبالتالي لا يمكن للبنان التعويل على العامل الوجداني وروابط الأخوة بمقدر ما ينبغي العمل على تحقيق المصالح المشتركة خصوصا في الميدان الاقتصادي لكن ذلك يتطلب أعادة ترسيب العلاقات على أسس جديدة بالمقابل أؤكد وزير سابق بأن إعادة ترسيب علاقة لبنان مع العالم العربي والسعودية تحديدا تجاوز البعد المحلي رغم أهميته ويرتبط بشكل أساسي بقضايا المنطقة ككل فالسعودية لم تقم بخطوة واحدة باتجاه إعادة العلاقة مع سوريا رغم الإنفراج وفتح قنوات الاتصال المباشر الذي يقتصر على الجانب الأمني فقط والأمر ذاته ينسحب على القضية الفلسطينية وأيضا على مختلف الجوانب التعاون العربي في حين ترى أوصات متابعة بأن الموقف النهائي منوط بالتريث السعودي الذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن وترقب الأداء اللبناني في المرحلة المقبلة اشتركوا في القناة